تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم مؤلف قريباً من الخشبات بعيداً عنها لمؤلف عبدالواحد عزري وذلك بحضور ثلاث من المثقفين وشخصيات من عالم الأدب والمسرح والفن أنا فخور بتقديم كتابي هذا قريباً من الخشبات بعيداً عنها هو عنوان له أكثر من معنى لأنه في هذه القمع المريب تعت الخشبة وثم المسرح اللي مارسناه هو واحد المهنة هدامة لنفسها ما يبقى هي الكتب ولهذا أتمنى أن يكون هذا الكتاب إضافة لكل كتب ديالكل أساسي ديالنا اللي هم يحاولون أن فن المسرح يستمر عبر الاستهادة ديالنا وعبر الكتابات ديالنا وعبر الإبداعات ديالنا جميعاً في إطار المسرح المغربي ويرمي المؤلف الواقع في 159 صفحة إلى تقديم مسرح ينتصر للجنون الذي ينطق بالحكمة ولجمال الذي يحيي الإحساس بمتعة الفن والأدب والحياة كما أنه يسم الروح التي تؤسس لتجربة مسرح اليوم المتميزة في الرصيد الوطني والعربي بما أرسته تقاليد على مستوى التدبير والتنظيم والترويج وبما قدمته من احتفاء بالمبدعين المغاربة والعرب وبالمسرح والشعر والرواية والشهادة